السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا نزال نتحدث عن أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال الله تعالى عنه ملة أبيكم إبراهيم وقال النبي عليه الصلاة والسلام لما ولد له غلام قال سميته على اسم أبي إبراهيم عليه السلام إبراهيم عليه السلام لما كان فتى مر بقومه فوجدهم يعبدون أصناما تماثيل فسألهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون يعني عكوف باقون على عبادتها والتقرب إليها ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين الحجة أنهم وجدوا آباءهم يعبدونها فهم أيضا يعبدونها يعني كان المفترض أن تكون الحجة أن يقول أحدهم هذا الصنم دعوته فرزقني مالا ولذلك أنا أعبده يعني حجة صحيحة أنها كاذبة لكن على الأقل يعني يمكن أن تطرح وأن يقول الآخر هذا الصنم كان الأعداء يهاجموننا فردهم عنا ولذلك نعبده لأنه يستحق أن نتقرب إليه بناء على ما يدفع عنا من الضر وأن يقول الثالث هذا الصنم لما أجدبت الأرض وامتنع المطر دعوناه فخرج منه نور إلى السماء أو نور إلى الأرض وأمطرت الأرض يعني إذا كان هناك أشياء رأيتموها من هذا الصنم يمكن أن تجعلوها حجة فتكلموا بها لكن حجتهم الوحيدة أنهم رأوا آباءهم يعبدون هذه الأصنام فعبدوها مثلهم فقط انتهى قيل لأعرابي كيف عرفت ربك قال بإجابته الدعاء عرفت ربي أني وقعت في كربات متعددة فرفعت يدي داعيا متضرعا خاشعا فاستجاب الله دعائي وكشف عني بلائي يقول بإجابة الدعاء عرفت ربي طبعا هو عرف ربه أيضا بإرسال الرسل وإنزال الكتب لكن هذا طريق من طرق اليقين بأن الله تعالى هو المعبود الحق القوي المتين جل وعلا فهؤلاء قوم إبراهيم حجتهم الوحيدة وجدنا آباءنا لها عابدين ولذلك الآباء يؤثرون في الأبناء عادة الآباء يؤثرون في الأبناء بل الإنسان الذي يفعل الفعل في الغالب أنه يؤثر في غيره ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا الإنسان لو رآه الناس فرضا مرة مرتين مثلا مدرس في مدرسة ولم جاءت الفرصة أو الفسحة الفراغ الذي يجعله في منتصف الدوام ذهب إلى المصلى وصلى ركعتين الضحى ستجد إذا كان في المدرسة مثلا ثلاثون مدرسا أنه في أول السنة الذي يصلي الضحى مدرس واحد لكن في آخر السنة ربما يكون ثلاثة أو أربعة مدرسين صلونا الضحى تجد أنه لو كان هناك مثلا طالب واحد فقط حريص على أن يصلي الضهر في المدرسة تجد أنه مع الوقت هو يدعو الناس بأفعال يقتدون به وكذلك من دعا إلى ضلال كان عليه من الوزر مثل أوزارهم من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل أمتي معافى يعني أهل للعافية أهل للمغفرة إلا المجاهرون قال ومن المجاهرون يا رسول الله قال الذي يعمل المعصية في الليل يبيته يستره ربه ثم يصبح يكشف ستر الله عليه إذا كان هذا في من يعمل المعصية في الليل ثم يحدث الناس بها فيكشف ستر الله عليه وربما اقتدوا به في معصيته فما بارك بالذي يفعل المعصية أمام الناس الذي يفعل المعصية أمام الناس يعني ربما أن امرأة تتبرج أمام النساء في سوق أو في غيره فتنظر إليها امرأة فتقلدها فتكسب تلك المرأة المتبرجة الأولى مثل وزر هذه المرأة أو مثل سيئاتها أو ربما تجد أن إنسانا يدخن مثلا في مكان فيه قوم كثير في سوق أو في حديقة أو في غير ذلك فيراه شخص غير مدخن ويعجب بطريقة التدخين ويقول فلأجرب فيجرب فيكون ذلك الرجل قد دعاه إلى ضلال فيكون عليه مثل وزره كما قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى ضلاله سواء دعا بكلامه افعل كفعله أو دعا بفعله هو ففعله ففعله الناس مثله ولذلك الإنسان إذا كان يقع في معصية ويستتر بها ويستشعر الذنب والندم هذا خير من الذي يفعل المعصية أمام الناس والناس يصلون في المسجد والإمام يقرأ في صلاة المغرب أو العشاء أو في غيرها من الصلوات فهو واقف أمام المسجد هكذا أو يفتح دكانه أو جالس في سيارته أو أمام الناس هكذا لم يصلي ولم يدخل المسجد مع أنه قادر على حضور صلاة الجماعة فالمجاهر بالمعصية مشكلة ولذلك توارث المعصية يجعل المورث الأول آثما معهم هذه حجة قوم إبراهيم عليه السلام ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين مادام أنه رأى آباه يعبد صنما فعبد صنما كصنم أبيه فكسب الأب إثم نفسه وكسب إثم أولاده ولذلك عندنا في الإسلام يقول النبي عليه الصلاة الإسلام عن أولادنا مروهم بالصلاة لسبع ورث في أولادك الخير وحب الصلاة كما أن قوم إبراهيم ورثوا في أولادهم عبادة الأصلام أن تورث في أولادك حب الصلاة مرو أولادكم بالصلاة لسبع إذا وصل عمره سبع سنوات ها يا ولدي صليت يلا قم صلي معي تعالى صلي لا تنسى الصلاة مروهم بالصلاة لسبع صح لا تضرب ولا تعنف عليه ولا تشدد عليه فيها صلى مرة وترك مرة صلى مرة في المسجد ومرة في البيت أخرجها مرة عن وقتها هو في مرحلة تدريب واضربوهم عليها لعشر إذا وصل إلى عشر سنوات خلاص بدأت مرحلة الجدية في أمره بالصلاة صحيح أنه لا يأثن بتركها مدام لم يبلغ لكنه أيضا يخاطب بها والأب يخاطبه بها ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام جعل الأباء مسؤولين عن أولادهم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أنت مسؤول لماذا لم تعلم أولادك الصلاة لماذا لم تدرس أولادك في المدارس لماذا لم تطعم أولادك كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أنه يضيع أولادها الذين هو عائلهم وهم عول بين يديهم عيال بين يديهم مفتقرون إليه ولذلك كما أن قوم إبراهيم لما عبدوا الأصنام عبدها أولادهم فأثم أولئك وأثم هؤلاء أيضا وجدنا أباءنا لها عابد حجة تافهة باطلة لكنهم احتجوا بها كذلك الأب المسلم التقي لا بد أن يورث أولاده من بعده الخير كذلك حب الصلاة وبر الوالدين الألفاظ الحسنة الكلام الحسن حتى إذا قيل له الولد من حرسك على الصلاة قال وجدت أبي من المصلين وجدت أبي مثل من حرسك على الصداقة وجدت أبي ثم المتصدقين كاني يعطيينة الدرهم والدرحمين لتصدق على هذا الفقير من حرسك على كثرة الذكر وجدت أبي من الذاكريين من حرّصك على الابتسامة وجدت أبي من المتبسمين من حرّصك على عدم الغضب وجدت أبي من الحليمين هكذا أن يكون مورّثاً لأولاده الخير أسأل الله أن يجعلنا ممن يورّثون الخير في ذرياتنا وأن يجعلنا مفتيح الخير مغارقة للشر وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله